موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات الليلة موسيقى موسيقى مواجهة العسكرية متنقلة بين المجموعات المسلحة المعارضة في سوريا صراع على النفوذ أم ضغط على النصر لفك ارتباطها بالقاعدة موسيقى الطيران السعودي يغير على تعز في محاولة لتغيير مجرى المعارك على الأرض فما هي الأهمية العسكرية والستراتيجية للمحافظة الجنوبية موسيقى داعش والنصر والجيش الحر وجيش الإسلام والجبهة الإسلامية إضافة إلى سرايا مختلفة وكتائب متنوعة تختلف تسميات المجموعات المسلحة في سوريا كما تتعدد المعارك التي تخوضها فيما بينها وتحت عناوين وفتاوى متعددة أيضا لكن الأساس نزاع على النفوذ والسيطرة وخلافات بين الداعمين ومحاولات لتسويق تنظيمات الرهبية إقليميا ودوليا أسباب المعارك بين الجماعات المسلحة في سوريا محور ملفنا الأول في المسائية نناقش في الملف الثاني تطورات المعارك في مناطق اليمن الجنوبية ولسيما في تعز وأهمية هذه المنطقة وتأثير ذلك في مسار الحرب قبل ذلك نتوقف مع موجز لأهم الأنباء مساء الخير تعرف منصق شؤون العشائر في جيش رجال النقش بندية عزة نافع عبدالله الدوري على جثة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين عزة نافع الذي تحدث للميادين هو أحد أقرباء نائب الرئيس العراقي السابق وأحد مرافقي هو من أبناء عشيرته كوني أحد أقاربة وكنت المرافق معه وكذلك لقائي القريب في في 28 ستة بعد مدة انقطاع من 2003 فهس استدلت أنه لأنني شوف بهذا الشكل الجديد فاستدلت أنه من الأبود شيء اللحية ولت والشارب الحاجب وكذلك رسوم الوجه والأستطاع بالرأس نعم وكذلك موجودة لدينا نقول عليها الشامة الصنع العربية في اليد اليوم نعم والألامات الفارقة أكون إن شاء الله علامات فارقة كل المواصفات الموجودة كاستدلال يعني كاستدلال مضبوطة 100% الدوري تحدث عن لقائه نائب الرئيس العراقي السابق وكلام الأخير عن تنظيم داعش فجلد سائق نفسه باسم فرجعة ما مفتحه وهذا بعزلة الدوري ينزل من السيارة فجلسنا على المأدوم والغداء تخطب اللقاء صار ربع ساعة إلى ثلاث ساعة نعم سيدي وصار الموضوع أحني أسئلة ووجوبة أطبع الأسئلة والوجوبة سؤال على الدول الإسلامية قلنا على شوها الدول الإسلامية دور الشعب وين قال هالدور الإسلامية داعش داعش راح تقوم تطهير منطقة إلا حتى تكمل بعدين احنا نرجع العشرة يبتنهم نفسها لأن الدول الإسلامية مالها عوية بين الدول العربية وإحنا كان دورنا أنه انتقف عشائرنا على هذا الموضوع وانهيوهم إلى حين إلى حين يعني نرجع هذه النقطة أفد مرسل الميادين في اليمن عن شهداء وجرحة في غارة للتحالف الصعودي على محطة القحم بصعدة كذلك شهدت منطقة باب القفلة بحرض قصفا مدفعيا سعوديا مركزا الغارات السعودية طولت أيضا تعزوى مواقع لللواء 33 في الضالع يأتي هذا فيما استعد الجيش السيطرة على مثالة الوضيع في أبيان في الأثناء قصفات البوارج والحربية للتحالف الصعودي مواقع للجيش اليمني شمال عدن وسيطرت قوات موالية للرئيس هادي على طريق السحلي في حي خور مكسر المؤدي إلى قصر معاشيق في المدينة نشر تنظيم داعش تسجيلا مصورا يظهر قتل عناصره ثمانية وعشرين شخصا على الأقل هم من الإثيوبيين المسيحيين بعدما رفضوا دفع الجزية أو التخلي عن دينهم الفيديو الذي نتخفض على عرض مشاهده المؤذية يظهر ذبح 12 شخصا على شاطئ البحر في برقة بحسب ما أعلن داعش و 16 أخرين في منطقة صحراوية بإطلاق النار على رؤوسهم في فزان جنوب ليبيا بأنهم من أتباع الكنيسة المحاربة قضت محكمة المصرية بالسجن المؤبد على مصري وإسرائيليين بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل التحقيقات أظهرت أن المصرية المحكوم اتفق مع الإسرائيليين على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية وتزويده بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة المصرية والأوضاع والتحركات في شمال سينا الموجز انتهى ولن نعود إلى كمال لمتابعة المسائية أحمد شكرا جزيلا إذن في إطار الحروب المتنقلة بين المجموعات المسلحة في سوريا شن تحالف من أربعة ألوية المسلحة في غوطة دمشق هجوما مباغتا على مقار داعش وقتل وأسر العشرات من عناصره في محاولة من هذه الألوية منع تمدد داعش نحو معاقلها في الغوطة الشرقية وأضم مخيم اليرموك إلى جبهة تحاول منها تهديد دمشق ديمة نصيف لم يطل الأمر كثيرا بمقاتلي جيش الإسلام وهم يتدفقون بين ركام مخيم الحجر الأسود للوصول إلى مقر داعش تكبير وتهليل على الأرض وبين الركام جثث قتل داعش في حي الزين انتقاما للسيارة المفخخة التي قتلت داعش بها رفاقا لهم قبل ساعات هناك خلاف إديولوجي لكنه لا يصل إلى مرحلة الصراع والاقتتال الذي بدأنا نتلمسه وإنما هناك مناطق نفوذ تريد الدول الرائعي إن كان لجبه الإسلامي أم لداعش الصراع هو الصراع النفوذ والصراع الآن الحصص التي يريدون حجزها الأحزمة الناس فعلامة داعش الفارقة وميزتها في القتال غابت هنا الهجوم المباغت الذي شنه تحالف ألوية السيف الدمشقي والأول وجيش المسلمين والإسلام لم يترك لمقاتلي داعش إلا خيار خلع ألبستهم الجولة الأولى انتهت بالتكبير مجددا وبعشرات القتل والأسر في صفوف داعش قتال يدور بين سلفيات جيش الإسلام وداعش والنصر وهي سلفيات تدور في فلك السعودية وقطر والتركيا لاختراق الغوطة ومناطق المصالحات وضم جبهة اليرموك إلى الجبهات التي تحدد دماشق المعركة مع داعش لا تزال ساحتها في اليرموك مع قلها الأخير من بايعها ككتائب الكراعين يحاصره الدفاع الوطني وأكناف المقدس في سوق الخدار خولت بيت المقدس وليس أكناف بيت المقدس آخرون كلواء العز بايع سابقا ثم سلم نفسه للدفاع الوطني كتائب الزعطيت العوالي توسر حين وسرايا اليرموك ولواء أبو علي الأنصاري بايع الداعش وخلعت المخيم من بيئته الفلسطينية ومحطة الانتظار من أجل العودة إلى قتال يدور بين إمارتين داعشية مشتركة مع النصرة أو توسيع إمارة علوش من شرق الغوطة إلى جنوبها ومنصة لاختراق دماشق ديماناصيف دماشق الميادين يتجه الجيش الحر إلى المواجهة مع جبهة النصرة في محافظتي درعا والقنيطرة سندا إلى بيانات مشتركة لفصائل الحر تعتبر النصرة فصيلا تكفيريا المواجهة الكلامية مرشحة للانفجار مع تدخلات اقليمية ضاغطة ضد النصرة وقلق الفصائل من نموها تقرير محمد الخضر الجيش الحر وجبهة النصرة إلى المواجهة في المنطقة الجنوبية مواجهة تبدو مختلفة في مبرراتها التي وضعها قادة في الجبهة الجنوبية تتلخص في رفض الفكر التكفيري لكنه موقف لا يعكس كل الخلاف بين مكوينين التقيا في معارك كثيرة وتقاتلا في أخرى في محافظتي درعا والقنيطرة المكوينين الأساسيين للجبهة الجنوبية إعادة تموضع جديد للجيش الحر واتهام جبهة النصرة على أنها خرجت عن محتوى وفكرة إسقاط الدولة السورية وعن أهداف الثورة بين قوسين ما هي إلا أقلوبة جديدة هذه الأقلوبة المراد منها إعادة لم شمل كل المؤيدين للثورة في السابق في بواطن الأمور لا يمكن فصل ما يجري بين الحليفين السابقين عن قلق الأردن الداعم الرئيسي للجبهة الجنوبية من وجود النصرة في معبر نصيب قلق ترجم ضغطا أخرج النصرة من المعبر لكن القصة لن تنتهي كما يبدو من دون تحجيم فرع القاعدة في بلاد الشام قرب الحدود مع الأردن هو عبارة عن محاولة من الجانب الأردني وغرفة العمليات التي تقود في الأردن من أجل تحسين صورة أولئك الذين تقودهم الأردن أو غرفة العمليات فيما يسمى الجيش الحر كمعارضة معتدلة المحاولة تحاول إبعاد النصرة عن الجيش الحر أو التفريق بينهما لأن تقدم على أساس أن هؤلاء المعارضة المعتدلة التي يمكن أن تدعم مستقبلا الأشهر الماضية تضمنت جملة احتكاكات بين الحر والنصرة النصرة اعتقلت رئيس المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية أحمد فهد النعمة بتهمة تسليم بلدة خربة غزالة للنظام واشتباكات دارت بين النصرة ولواء شهداء اليرموك العام الماضي حتى الآن لا تزال الحرب كلامية وفي إطار البيانات لكن حيوية المحافظتين درعا والقنيطرة وعدم قبول الفصيلين جبهة النصرة والجيش الحر المسيطرة يهدد بمواجهة عنيفة بين الفصيلين ويعيد التذكير بما جرى في إدلب قبل أشهر عديدة محمد الخضر دمشق الميادين وليا الحديث حول هذا الموضوع مع إيلان مباشرة من الغاصمة السورية دمشق الخبير الاستراتيجي سيد حسن حسن وأيضا من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور حسن أبو هنية أستاذ حسن حسن أبدأ معك من الحديث عن درعة والتناحر والاقتتال بين جبهة النصرة وبين الحر من جهة أخرى هذا الاقتتال هل تراه إعادة إنتاج أو تموضع للجيش الحر أو تعويم للجيش الحر في تلك المنطقة وأيضا هل تراه صراع أحجام في منطقة جنوب سوريا عندما نتحدث عن مثل هذا الاقتتال ما بين ما يسمى جيش حر وما نصرة علينا أن نتذكر بأنه ما بقي من الجيش الحر قبل أقل من عدة أسابيع بأشهر قليلة كاد الكلام يتلاشى عن شيء اسمه جيش حر الآن يراد أن يعاد إليه يعني أن تضخ الدماء في شرايينه من جديد لمجموعة من الأهداف لكن هنا من حق المتابعة العادي أن يسأل يعني كيف يمكن للنصرة اليوم أن تتقاتل مع ما يسمى حر في الوقت الذي يدرك فيه الجميع بأن معظم المناطق التي دخلتها النصرة والحر في درعة والقنيطرة كانت بالتنسيق الأمر ذاته ينسحب على موضوع داعش والنصرة ينسقان لدخول يرموك وتتقاتلان في أماكن أخرى طيب تفسير ذلك يعني توقف تفسير ذلك وجهة نظر ذاتية من منطلقة تحليل أرى بأن هناك مجموعة من المشغلين الإقليميين وهناك مشغل رئيسي أو مايسترو عندما يترك المجال للمشغلين الإقليميين نجد مثل هذا التناحر أو الاقتتال بين من أصبحوا للأسف ويشكلون ظاهرة اسمها ظهرت أمراء الحرب التي لا يقبل بها أي منهم الطرف الآخر عندما يكون هناك هدف رئيس لإنجاز ما لمحاولة أو بهدف تغيير موازين القوى أو لإحداث خرق ما كما حدث في ليرموك أو كما حدث عندما تم دخول باتجاه إحداث بعض الاختراقات في درعا والقنيطرة يكون المايسترو الأمريكي وفقا للمصلحة الصهيونية هو الذي يقود الدفاء وهو الذي يوزع الأوامر هذا أمر الأمر الآخر عندما نتحدث عن هذه الجماعات علينا بالمناسبة لكل مواطن سوري يدرك بأن الفرق بين هذا المسمى وذاك المسمى ليس في درجة الإرهاب أكثر من عدد القتلى جميعهم مارسوا القتل جميعهم مارسوا الإرهاب إذا كان الآن بعض الدعوات الأوروبية والأطلسية تسعى لمحاولة تلميع جبهة النصرة من جديد وإعادة الحديث عن أن تنزالها عن لائحة الإرهاب شريطة أن تعلن انفصالها عن قاعدة أيضا هذا جزء أو أحد الأسلاف الإنقسام الداخلي ضمن النصرة ذاتها طيب يبدو هناك علاقة مباشرة بين الصراع الدائر في منطقة جنوب سوريا في منطقة درعا والقنيطرة تحديدا وبين الموقف الأردني أو ما تريده الأردن وربما ما تريده السعودية أيضا طيب هل تعتقد بأن هناك مصلحة أردنية للاقتتال بين النصرة والحر هل الأردن يدعم أحد الطرفين في مقابل الآخر لأنه كما تعرف يعني أستاذ حسن كان هناك نوع من الحملة علاقات عامة في بعض الدول للتفريق بين النصرة وبين داعش واعتبار النصرة تنظيما معتدلا يختلف عن داعش في أسلوبه وأقل إرهابية أو معتدلا إلى آخره فهذه الصورة التي كانت تصور الآن الاقتتال ماذا يعني؟ هذا يعكس الرسالة أو الانطباع الذي كان سائد أولا علينا قبل أن نتحدث نلاحظ هذا النفاق الواضح كيف يمكن للأردن أو لغيره أن يتحدث عن انخراطه في مكافحة الأرهاب وبشكل أساسي داعش في الوقت الذي يغضى ويغض النظر عن تدفق عشرات آلاف المسلحين بمن فيهم النصرة أو الحر على الحدود وسيطرتهم على مناطق في الحدود الأردنية السورية هذا أمر الأمر الآخر قراءتي الذاتية يعني موضوع الأردن أتمنى أنا أن يكون فعلا للأردن رأي مواضح بهذا الاتجاه أو قرار للأسف يعني كل معطيات الواقع وأنا هنا أتحدث من خلال المعطيات وليس اتهاما كل معطيات الواقع تبين بأنه لا يوجد هناك سياسة مستقلة للأردن وأنما دوران في الفلك السعودي كغيره من بعض الدول المنخرطة في المشروع للأسف هذا المشروع التفتيتي الذي يعني يستهدف فيما يستهدف الشعب الأردني قبل هذه الفترة أستاذ كمال منذ أكثر من عام وعام نصف ونصف كانت رايات داعش يعني تعلو في أكثر من مدينة سواء في الزرقة أو في غيرها من المدن الأردنية وعلى مرأة من السلطات الأردنية بعد أن تم وضع داعش والنصر على لائحة الإرهاب نقطة الأخرى يعني أليس من حق المواطن السوري أن يسأل كيف يمكن للأردن أن يقف مع إنكلترا وبريطانيا وفرنسا ضد أن يتم تشميل داعش المشمولة بثلاث قرارات من مجلس الأمن على لائحة الإرهاب دون تشميلها على لائحة العقوبات التي يقرها مجلس الأمن إذن هناك الكثير من إشارات الاستفهام التي تشير بأن الأردن هذا فيما يتعلق بالجنوب السوري أيضا سنتحدث عن جنوب منطقة جنوب دمشق لأنه كانت أيضا عنوان للصراع بين هذه الكتائب والفصائل ولكن أخذ رأي دكتور حسن أبو هنية في موضوع التنسيق دكتور حسن بين هذه الجماعات في منطقة معينة ثم الاقتتال بين نفس هذه الجماعات في منطقة أخرى التنسيق مثلا في معركة في شمال سوريا الاقتتال بين الجماعتين أو الفصيلين نفسهما داعش والنصرى أو النصرى والجيش الحر أو جيش الإسلام وداعش في منطقة أخرى ما هو تفسير ذلك من ناحية هل له علاقة بتركيبة هذه التنظيمات اللامركزية؟ لا شك بأنه تألم بأنه صحيح يعني ما تقوله صحيح وربما زيادة عليه بمعنى أن هناك حالة من عدم التجانس الأيدولوجي وكذلك عدم التجانس الهيراركي الهيكلي حتى في داخل الحركة نفسها بمعنى أن جبهة النصرى ليست هي في إدلب كما هي في درعة في جبهة الجنوب في القنيطرة في القلمون وهي من نفس الفصيل وهو الأكثر تجانسا في سوريا ففضلا عن الجماعات الأخرى التي هي مكونة من خليط غير متناسق عندما نتحدث عن الجيش الحر نتحدث عن الفصائل إذا تحدثنا عن الجبهة الجنوبية نتحدث عن أكثر من 120 فصيل بمعنى هناك الجبهة الجنوبية 49 فصيل فضلا عن الفصائل الأخرى الغير منضوية في إطار هذه الجبهة فضلا عن حركات إسلامية أخرى حركة المثنى نتكلم عن حركات عديدة أحرار الشام وبالتالي هي لا تتوفر على تجانس أيديلوجي ولا هناك تماسك تنظيم هيكلي حتى في دار الحركة هذا من جهة جهة عدم التجانس الأيدروجي ولا التجانس من ناحية الأهداف هناك قضية التمويل كما أشار الضيف هناك جزء من الحقيقة بمعنى أن هناك ليس سرا أن فصائل الجيش الحر والولايات التحدى الأمريكية وحلفائها وشركائها سواء كانوا في الأردن أو السعودية والفرنسيين والبريطانيين بالتأكيد هناك غرفة مشتركة تنسق في بالذات ومتعلق بموضوع جبهة الجنوب بشكل مؤكد شاهدنا ما حدث في إدلب عندما حلفاء الولايات التحدى الأمريكية حركة حزم وجبهة ثوار سوريا عندما تمكنت تحالف من مجموعة من العناصر الذي أطلق عليه لاحقا جيش الفتح وبمقدمة جبهة النصرة وأحرار الشام من طرد هذه الحركات الموالية أعتقد الآن المخاوف في الجنوب بدأت تتكرر أعتقد أن عملية الولايات التحدى الأمريكية وكذلك الشركاء الإقليميين أعتقد أنهم فشلوا في إقناع النصرة كانت هناك محاولات لتكيف النصرة مع الشأن المحلي وتحولها للانخراط في سياق المسألة السورية وبالتالي ضمن الأجندة المحلية والإقليمية وكأنك تعطيني سبب الآن من خلال هذا الكلام للمعارك التي تجري في جنوب سوريا بين الحر والنصرة وهي خيبة أمل أو عدم استجابة النصرة للدعوات التي جاءتها من بعض الدول العربية أو الإقليمية حتى للانفصال عن القاعدة لتسويقها على أنها جزء من عملية فصيل الاعتدال فصيل الاعتدال جزء من عملية إدارة سوريا كما يتصورون أعتقد نعم فشلت أستطيع أن أجزم لك بأن الأمور تكاد تكون القرار قد اتخذ بشكل رسمي في الدوائر الأمريكي وفرنسي بشكل أساسي بأنه انتهى لم يعد ممكن استدخال النصرة كفصيل ما يسمى الاعتدال بالمفهوم يعني الإقليمي والدولي وبالتالي أعتقد هناك مخاوف أصبحت واضحة صريحة أنه هل نبني نموذج في داخل هذه الجبهات في إقامة دار العدل وبعض مماذج الحكامة أم أن هذا الأمر غير كافي بمعنى أنه قشفت قضية معركة نصيب أنه هذا الأمر غير ممكن بمعنى أن صحيح أن النصرة هي من ناحية العقل الكم العددي لكن من ناحية الفعالية يخشى أن تتكرر سيناريو إدلب وبالتالي يصبح هذه الفصائل الموالية أو المقربة من الغرب ومجتمع الدولي بأنها مهددة بشكل أساسي ولذلك أعتقد يكاد خلال الأيام أو إن لم يكن يتخذ القرار بفتح معركة واسعة مع جبهة النصرة هناك خشية كبيرة جدا وأعتقد أن جميع الفصائل تتحرك هناك محاولة تشكيل اتلاف من جبهة النصرة الحركات القريبة حركة حرار الشام مثناء الإسلامية وغيرها من الفصائل الصغيرة لمحاولة إعادة بناء كتجربة حلب إدلب في جيش الفتح تكرارها في الجبهة الجنوبية هناك مخاوف من الطرفين لا شك شاهدنا خلال الفترة الأخيرة كما جاء في التقرير نعم هناك بعض بالذات الأكثر ارتباطا جيش اليرموك والأول جيش الأول وغيرها من الفصائل لا تقول بأن جبهة النصرة هي فرع للقاعدة في سوريا وبالتالي لا يمكن أن نقبل بها وهكذا إذن وهناك قضايا تحركت فيما يسمى تجربة العدل للقول بأن الجنس جبهة النصرة غير منضبطة يعني بعد أن كانت هناك غناء أو تغني بالنصرة بأنها حركة منضبطة تقدم خدمات لا تصطدم بالحاضنة الجماعية لكن أعتقد أن الأمور بلغت مدى لا يمكن لها الجبهة الجنوبية ربما كانت إدلب أن يحتمل مثل هذا ربما كانت إدلب بل اختبار على اعتبار أنه كان هناك أنباء قوية تقول بأنه ستنقل الحكومة المؤقتة أو إدارة الإتلاف لإدلب ولم تسمح النصرة بأن يتم ذلك أستاذ حسن حسن في دمشق موضوع وبعد القضاء على حزم مواجبة الثوار سوريا صحيح صحيح أستاذ حسن ألا يلفتك اهتمام داعش بشكل كبير بتواجدها حول مدينة دمشق في اليارموك لم نكن نسمع بوجود داعش وإذ بها تدخل إلى مخيم اليارموك وتسيطر عليه بالكامل أيضا الأنباء تقول بأنها تسعى لتعزيز تواجدها في الغطاء الشرقية على حساب جيش الإسلام بقيادة زاران علوش هذا التواجد لداعش حول دمشق هل ترى بأنه خطر له أهداف وهل يمكن أن نقدر الأسباب التي تدفع داعش للتواجد في تلك المناطق بكل تأكيد أي انتشار لداعش أو لغيره من هذه المجامع الإرهابية له أخطار ويشكل تهديدات لكن إذا أردت تقيد بمضمون السؤال عندما نتحدث عن عدم ظهور لداعش في السابق وبشكل مفاجئ نراه بدأ يتدخل أو بدأت يتدخل باتجاه مخيم اليارموك وهنا السؤال كيف يمكن للنصرى أن تنسق مع داعش للدخول إلى مخيم اليارموك في الوقت الذي كان فيه الحديث عن أنه في اليوم التالي سيتم التوقيع على اتفاق مصالحة أمام هذا الواقع وأمام ما يتم الحديث عنه من محاولة تقدم داعش بالأمس أو أول أمس باتجاه القابون وبرزة لإلغاء المصالحات أو لضرب المصالحات أستطيع القول قد تكون أحد أهم الأهداف هو العمل على نقض هذه المصالحات وقد يكون في هذه الحالة أكثر هذه التنظيمات قدرة على استقراء أفكار وأهداف من يشغل هذه التنظيمات جميعا إذا كان الغاية أمام العجز الميداني عن تفتيت سوريا بمعنى الحسم العسكري لصالح أطراف التآمر والعدوان يصبح العنوان الأبرز أو الهدف الأسمى هو محاولة إطالة أمد هذا النزاع أكبر وقت ممكن وبالتالي التحقيق المصالحات هي خطوة في طريق إيجاد حل لذلك نجد داعش يوطل برأسه في اليارموك أو في هذه المنطقة أو غيرها النقطة الأخرى هناك أيضا بعض الحديث يعني عندما أتحدث عن داعش لا أستطيع أن أنسى هذا التمدد الصاعق الذي استطاع أن يحققه في زمن قصير وما كان له أن يحقق ذلك بشكل ذاتي يعني لا داعش ولا النصرة ولا بقيت هذه تنظيمات إرهابية أرجو أن لا نأخذ بما يتم تدوله ممن يشغل هؤلاء كل هذه المكونات الإرهابية ليست قائمة بحد ذاتها بل لها تبعية لها مرجعية وبغض النظر عن الإختلافات في آليات التعامل لكن المرجعية التي تجمع أولئك جميعا الفكرية بغض النظر عن المسميات الجميع يرتهنون أو يرتكنون إلى الفكر التكثيري الوهابي الجميع يعني يعتمدون على التمويل الخارجي الجميع يعتمدون على التسليح الخارجي عندما نتحدث عن قيام النصرة أو غيرها بالقضاء على حزم أو الجبهة الإسلامية أو غيرها لماذا أصلا عندما تم وضع النصرة أو داعش على لائحة الإرهاب كان أحد الأهداف هو ميجاد ذريعة لتبرير استمرار تدفق السلاح والمسلحين إلى مكان يسمونهم مسلحون هل هناك أي التأثيرات استثنائية عندما نقول أن داعش الآن عنوان داعش أصبح على بواب دمشق يعني مخيم ليارموك لا يبعد عن مدينة دمشق أمتار قليلة أو عندما نقول أن داعش تتسلل إلى الغوطة الشرقية هل تعتقد بأنه هناك نوع من الحدث أو الخطورة الاستثنائية عندما يكون اسم داعش قريب من دمشق لا أرى أن بقية المسميات الأرهابية أقل خطرا أو أقل إجراما عندما نتحدث عن من يسيطر في دومة زهران علوش الذي ينتقم جراء العجز عن إنجاز ميداني ينتقم من المواطنين في دمشق يتفاخر بقصف دمشق بإمطار دمشق لا أظن أن هذا المكون أقل خطرا أو أقل تهديدا على أمن دمشق وعلى أمن المواطن السوري من داعش أو من غيره وبالتالي هذه المسميات من حيث الواقع مجموعة من المسميات لكن من حيث الحقيقة جوهرها واحد جميعها عبارة عن أدوات لتنفيذ هذا المخطط التفتيتي الذي لن يقف عند الحدود السورية وهذا ما يأمل كل سوري من بقية دول الجوار أن تدركه بأن خطر هذا الإرهاب لن يقف على الجغرافية السورية وإنما سيمتد فيما يحرق أيدي من يقدم تسمح لي أذهب إلى عمان إلى الدكتور حسن أبو هنية دكتور عندما نتحدث عن الصراع بين جيش الإسلام وبين داعش نحن نتحدث عن نوع من الكره أو البغض القديم وليس الحديث يعني هناك تسجيل لزهران علوش قائد جيش الإسلام يقول بأن من يقتل جندي من النظام له أجر ومن يقتل أحد عناصر داعش فله أجرين أو له أجران وبالتالي الآن ما نلاحظه في الميدان أن داعش بدأت تتسلل إلى مناطق وجود جيش الإسلام هناك أنبات تتحدث عن تسلل بعض العناصر إلى منطقة عدرة الصناعية القريبة من دومة أيضا محاولة داعش لأن يكون لها تواجد في المناطق المحيطة بدمشق على حساب جيش الإسلام معركة فتحت في اليارموك أيضا بين التنظيمين أو الفصيلين ما هو سبب الخلاف بتقديرك أو هذا البغض إذا جاز لي التعبير أن أقول أو الحقد بين هذين المكونين في الجغرافية العسكرية حاليا في سوريا هل له علاقة بالإيديولوجيا أم له علاقة بالتحالفات الخارجية أم له علاقة بنوعية السيطرة أو الممارسات كل ذلك كالعادة يعني كل ذلك هناك اختلافات أيديولوجية لا شك وهناك اختلافات في الارتباطات سواء المستقلة أو الخارجية وهناك أيضا صراع على النفوذ والسيطرة هناك حالم العداء الأيديولوجية أحيانا بعضهم يصل حد أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يكفر جماعة زهران علوش ويقول بأنها جماعة يعني مرتدة كافرة وفي أقل حالاتها هي من الصحوات وفي المقابل زهران علوش يقول هؤلاء خوارج بغابة ليصل لحد التكثير في نفس الوقت وهو فعلا قد يكون مقتنع وأيضا كما نعلم زهران علوش له ارتباطات خارجية وتنظيم الدولة له ارتباطات معروفة وله أيضا أجندته الخاصة لكن أعتقد أنه تنظيم الدولة الإسلامية يعني يريد أن ما فعله هو له وجود منذ فترة بعيدة في الحجر الأسود ولكنه أراد أن يدخل في قضية مخيم اليارموك لرمزيتها أولا ارتباط بالقضية الفلسطينية ثم الأمر الآخر هو القرب بوابة إلى دمشق وبالتالي كان يريد أن يحدث تكتيك يعني هو هذا اعتاد عليه في العراق ومناطق عديدة التكتيك العسكري يكون في محاولة اختبار في منطقة إذا تحول ونجح هذا التكتيك ثم بعد ذلك يتحول إلى استراتيجية هو كان يريد معركة اختبارية يرى مدى فعالية هذه الحركات التي غير متجانسة ثوان داخل يرموك من الفصائل المقربة يعني نقول من النظام أو الفصائل الفلسطينية الجبهة الشعبية وغيرها أو الفصائل أكناف بيت المقدس التي لها أجندة مختلفة أو حتى الفصائل الأخرى المعادية لها كجبهة النصرة أو أحرار الشام التي هي سكتت أو تواطأت أو نسقت معها هو عملية اختبار يحرج الجميع ويعمل إلى معادلة جديدة هذا مضطر جيش الإسلام ليدخل لأنه يعلم أن في النهاية إذا دخل هذا التنظيم وتمكن من عمل اختراق معه حتى لو الصعيد رمزي أو التكتيكي فإنه سيؤثر على يتصدع بقية المجموعات الأخرى أعتقد هذا كان عمل يعني خطير في غاية الخطورة وفي غاية الذكاء اللي نقول والخبذ يعني التكتيكي من تنظيم الدولة الإسلامية اللي يكشف كل هذه الأوراق في المنطقة بمعنى لم يتحول التكتيكي الاستراتيجية لكن أعتقد الآن الأمور تمتد إلى كافة الجبهة الجنوبية في درعة وفي الإقناطرة وبالتالي سنشهد خلال ربما يعني الأيام أو السبيع القادمة سيكون هناك أعتقد الصراع بين هذه الفصائل بشكل كبير ولا شك بأن هناك خوف كبير من سيطرة النصرة أو الحركات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة على الجبهة الجنوبية طيب بقي أن نسأل أستاذ حسن أيضا موضوع يرتبط بالجيش السوري لماذا لا تستفيد السلطات السورية أو الجيش السوري والمتحالفين القوى المتحالفة معه من هذه الصراعات المزمنة بين هذه الحركات وأن لا يكون يعني أن لا تتقدم على حساب مثل هذا الاقتتال فقط جملة واحدة قبل الجواب أرى أن أحد أهم أسباب الخلاف أن لا داعش ولا النصرة ولا بقية الأرهاب المسلحة ليس لدى أي منهم أي مشروع سياسي وأنما الجميع لكل منهم مشروع أو يدور كل منهم في فلك المشروع التدميري التكفيري لذلك نرى الالتقاء أحيانا والاقتتال أحيانا أخرى فيما يتعلق بموضوع لماذا لا يستثمر الجيش العربي السوري الجيش العربي السوري علمنا خلال أربع سنوات أنه لا يبني خططها على ما يفكر به يعني الخصم أو العدو وأنما يبني خططه وفق معادلات تعتمد على العلم العسكري وعلى الواقعية الميدانية وعندما يكون هناك من إمكانية للاستثمار في هذه الخلافات قراءة ذاتية أنه لي يدخر جهدا وأنا لا أستبعد أن تكون بعض هذه الخلافات يعني بسبب بعض الاختراقات التي أحدثها الجيش السوري أو أجلس الاستقبارات السورية وهذا يعني بالنتجة ما ينجزه الجيش العربي السوري يتعامل مع كل هذه الفصائل الإرهابية المسلحة على أنها جميعها فصائل إرهابية جميعها تشكل خطر إذا كان بالإمكان يعني استثمار في هذه الاختلافات والاقتتال فلن يدخر جهد هذا من الأمر الأمر الآخر أنا شخصيا أرى أنه من المفيد والناجع جدا العمل على إذكاء هذه الخلافات ما أمكن شكرا جزيلا لك حسن حسن الخبير الاستراتيجي كنت معنا مباشرة من دمشق ودكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الجهادية كنت معنا مباشرة من عمان أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن الولايات المتحدة هي التي تدير العدوان على اليمن وقال الحوثي أن النظام السعودي جندي وخادم للأمريكيين الدور الأمريكي في هذا العدوان هو دور بارز دور أساسي في هذا العدوان أمريكا هي التي أذنت وهي التي وجهت وما كان لهذا العدوان أن يتم لولا أنها هي أمرت وأذنت ووجهت ورعت هذا العدوان وقامت عليه بكل تفاصيله في كل غرف العمليات هناك أمريكيون يديرون هذا العدوان فأمريكا في واقع الحال هي من تدير هذا العدوان وهي التي أطلقت العنان لعملائها وأيادها الإجرامية لتتحرك في هذا العدوان زعيم حركة أنصر لا أكد أن مواجهة القاعدة ضرورية لمنع استيلائها على مؤسسات الدولة الحوثي أشار إلى أن القاعدة استولت في السابق على مناطق واسعة ولم يشكل ذلك أزمة للسعودية لأنها تريد لها السيطرة من أتاح للقاعدة السيطرة على المكلاء والسيطرة على الألوية العسكرية المتواجدة هناك هو النظام السعودي اليوم من أهم ما يحرص عليه القصف الجوي هو مساعدة القاعدة في الجنوب وفي بقية المناطق لتتحرك ولتتمكن من السيطرة على ألوية عسكرية ولتتمكن من السيطرة على المناطق فجزء أساس وهدف رئيسي من أهداف العدوان على اليمن هو تمكين القاعدة من جديد للاستيلاء على هذا البلد ولجعل اليمنيين تحت رحمة القاعدة يقتلون ويستهدفون وأدع الحوثي أبناء الجنوب لتعاون لدحر القاعدة والتصدي لأي غزو أجنبي كما وعدهم بمنحهم الدورة الأساس وبمساعدتهم في تسير أمورهم مثل ما يريدون نحن نقول للإخوة في الجنوب نحن لسنا غزاة نحن منكم وأنتم منا ونحن نقول أنه نحن جاهزين دائما على الدوام لنمد أيدينا لإخوتنا في الجنوب للتعاون معهم في دحر القاعدة وللتعاون معهم في مواجهة أي غزو أجنبي ونحن مستعدون أن نتيح لهم المجال ليكون لهم الدور الأساس وليكون هم هناك المعنيين الأساسيين ونحن إلى جانبهم للمساعدة أن يكون هم المعنيين بأمورهم أن يكون هم من خلال السلطات المحلية سواء الحالية أو التي يريدون هم أن يختاروها تعتبر تعز من المدن الاستراتيجية في اليمن كذلك المحافظة تقع في نقطة همة جغرافيا بين مجموعة من المحافظات ومباشرة على باب المندب علي هاشم وقراءة في أهمية معركة تعز معركة السيطرة على تعز تعز المحافظة والمدينة ولكليهما في الأهمية الاستراتيجية والجغرافية ما يعطي المعركة أبعادا تجعلها نقطة تحول في مسار الأحداث في الميدان فتعز المحافظة ذات الثقة للشعبي والاقتصادي والتاريخي هي أيضا المتاصلة بلاحج والحديدة وإبوى الضالع كما أنها تشكل خاصرة اليمن من جهة مضيق باب المندب وتبعد عن صنعاء 260 كيلومتر يسيطر الجيش اليمني وعنصار الله على أجزاء كبيرة من المدينة التي توصف بأنها بلد العيش لليمنيين لكون مستوى المعيشة فيها يعتبر الأفضل بين باقي المدن لكن أنصار الرئيس عبدرب منصور هادي بدأوا تحت غطاء القصف الجوي للتحالف السعودي بشن هجمات في مسعى للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية السيطرة على تعز تعني التمكن من الزاوية الجنوب غربية لليمن بشكل شبه كامل لذا فأنصار هادي والتحالف السعودي من خلفهم يبذلون ما في وسعهم لتحقيق هذا الهدف هو كذلك سيعني الحصول على منفذ على البحر الأحمر واستعادة السيطرة على الجانب اليمني من باب المندب وهو ما سيشكل للسعودية وحلفائها إنجازا ميدانيا يمكن البناء عليه سياسيا وعسكريا بالنسبة لأنصار الله والجيش اليمني معركة تعز توازي بأهميتها معركة عدن إذنها ستشكل ممرا هاما لتأمين عدن ولح الجنوبا وكذلك لإبقاء حضورهم على مضيق باب المندب فضلا عن حماية خطوط الامداد من الشمال إلى عدن وأبيان وغيرها تعز المدينة مركز الحراك السياسي والاقتصادي وقلب الثورة اليمنية في العام 2011 تشكل اليوم لمن يسيطر عليها مركز ثقل عسكريا وميدنيا إلى جانب المشروعية السياسية والنقاش فيما يتعلق بالوضع الميداني في اليمن معي الآن مباشرة من الغاصمة اليمنية صنعاء الخبير في الشؤون العسكرية العقيد عبدالله الدرب سيادة العقيد صعد الله مساك وأبدأ معك مباشرة من أهمية تعز أهمية السيطرة على محافظة تعز هل صحيح أن من يسيطر على تعز يكون كأنه قد حسم معركة عموم اليمن مساكم الله بالخير يا خيال عزيز حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين مسألة ما يدور فيه تعز فشل ضريء لأمريكا وآل سعود وحلفاءهم هم يعتقدون يعتقدون أن تعز ستكون بأيديهم من خلال تحويل ميليشياتهم وقواتهم وتغضياتهم الجوية بعد أن فشلوا في معظم المحافظات وفقدوا سيدرتهم بعد أن تقدتم اللجانة الشعبية مدعومين بالقوات المسلحة والأمن يعتقدون أن تعز ستكون باب أو مفتاح السيدرة على بقية المحافظات لكني أقول لكم أخي العزيز أنا يمني وأنا أعرف والجميع يعرف تعز شخصياتها وثقافتها وفئاتها فيها من الرجال الأوفياء ما سيبرهنون خلال الأيام القادمة كذبوا أنهم تعز مفتاح السيدرة على وكأنهم سيدروا أو سيسيدرون على اليمن هذا كذب وأفتراء ومزائم هذا كذب سيادة العقيد طيب تعطينا التقدير العسكري لما يجري في تعز أو إذا كان مساحة السيطرة لكل طرف في المحافظة ما يقوم به شوية العملاء أو المأجورين في محافظة تعز هم قلة قليلة لا تتوقعوا أنه على ما يصور الإعلام التابع لآل سعود وأمريكا وحلفائهم لا يستطيعوا السيدرة على تعز تعز فيها من القوات المسلحة والأمن والشخصيات والمشائخ الشرفاء من أبناء تعز الوطنيين لا ولن يسلموا تعز هذا ما يجري في تعز مجموعة عملاء مرتزقة معجورين أخذوا الثمن مسبقا ليعملوا هذه التربكة والانتصارات الوحمية يصورونها لعملائهم أنهم يستطيعوا أنهم في الميدان مصيدرين وتسيدروا على معظم المناطق في محافظة تعز لا يا أخي العزيز ذات الشيال الحقيقة ينزل إلى الميدان وسير بأم عينه ما يسطره أبناء تعز الشرفاء بتقاولي الحثالة بتقديرك معركة السيطرة سيطرة الجيش وحركة أنصار الله المتحالفة مع الجيش اليمني بتقديرك كم يمكن أن تستغرق من الوقت لإعلان السيطرة على تعز بالكامل أخي العزيز وكان المحافظة كاملة كانت بيد الجيش اليمني مدعوم بأنصار الله واللجان الشعبية وبالنسبة للوقت الأيام أو الساعات القادمة هي التي ستثبت على الواقع بعيدا عن التنبؤات أو المزاعم الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة هي التي تثبت أن محافظة تعز وأبناء الشرفاء ستكون المحافظة تحت سيدرة القوات المسلحة والأمن وأنصار الله واللجان الشعبية وسيولوا هؤلاء الحثالة المرتزقة هاربين بإذن الله وهو الآن هم في المحق أو في محل أو في ساعات الاحتضار ليولوا هاربين واتصاقط مجموعاتهم بيد القوات المسلحة والأمن وأنصار الله واللجان الشعبية طيب تبقى معي لو سمحت سيادة العقيد أيضا نتحدث عن أهمية محافظة تعز وموقعها الجغرافي إضافة إلى القوى الأساسية الموجودة فيها التقرير لهبط الله بطار هي بوابة الشمال إلى الجنوب تتوسط المحافظات اليمنية من جهة الغرب من يمسك بها يملك مفاتيح مضيق باب المندب محافظة تعز ساحة اشتباكات وهدف للأطراف المتنازعة كافة للسيطرة عليها لتعز أهميتان بحرية وبرية الأولى تأتي من موقعها على باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن هو أحد أهم الممرات المائية في العالم تمر عبره ناقلات النفط والسفن التجارية إضافة إلى الأسلحة والمساعدات العسكرية كذلك يقع ساحل تعز بين ساحل محافظة الحديدة وساحل عدن أي بين أهم مرفأين في البلاد أما الأهمية البرية فلأن تعز تتوسط محافظات اليمن الغربية ومنها تمر طرق إمداد الجيش وأنصار الله من صنعاء إلى المحافظات الجنوبية ولا سيما من تعز المدينة ذات الكثافة السكانية العالية تدور فيها أبرز الاشتباكات في المرتفعات والهضاب الصغيرة السيطرة الفعلية على محافظة تعز للجيش اليمني وأنصار الله الحضور الأقوى في المحافظة هو للحزب الاشتراكي اليمني الذي يقاتل مقربون منه إلى جانب الجيش اليمني وأنصار الله كذلك يحضر كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وعدد من عناصر القاعدة الهاربين من أبيان وشبوى ومأرب أما أبرز المعارك فيخوضها مسلحون قبليون وموالون للرئيس عبدرب منصور هادي ومقاتلون من حزب الإصلاح في وجه الجيش اليمني وأنصار الله سيادة العقيدة عبدالله الدرب الغارات التي يشنها التحالف السعودي تحديدا في الجنوب ومحافظة التعز بشكل أساسي ما تأثير هذه الغارات على سير المعارك هذا من ناحية وأيضا تأثير الغارات أو كيف تستفيد القاعدة كما كان يقول السيد عبد الملك الحوثي من هذه الغارات في الجنوب أيضا تحديدا من ناحية ثانية سيدي الكريم الضربات الصاروخية التي تقوم بها السعودية وأمريكا وحلفائهم في تأز بالذات هو دليل على فشلهم لأن الميدان الآن هو الذي يحكم الجيش والشعب اليمني وسنودي بأنصار الله واللجان الشعبية ضد المرتزقة الحاربين من لحج وشبوة وأبيان من القاعدة هذه هي التي تقوم بها الضربات الصاروخية ضد هؤلاء للتغضية لتغضية المعارك أو لفسح المجال لإدخال القاعدة كما عملت في المكلة وشبوة وأبيان فما تقوم به الضربات الصاروخية للتغضية جوا هي دليل على فشلهم على المعارك الميدانية في الواقع يولوا أنصارهم هاربين لأنهم معجورين استلموا الثمن مقتما سواء من حزب الإصلاح الذي أيد وأفتى تمام بدماء اليمنيين وأيد الضربات هؤلاء ومجموعة قلة قليلة يريدون تحت تغضية الضربات الجوية أن يكسبوا أنصارهم الهاربين من المحافظة الأخرى أيضا في المحافظة الأخرى الضربات الجوية التي تقوم بها السعودية وحلفاءها أمريكا وإسرائيل وعملاءهم هو نفس الشيء يمحدوا الطريق أو ليزعزعوا هكذا باعتقادهم يريدوا أن يشتتوا اللجان الشعبي وأنصار الله والقوات المسلحة والأمن ليفسحوا الطريق أمام القاعدة لتدخل تنهب ما تبكى من الأنوية العسكرية والمعسكرات كما حملت في جبوة والمكلة ولكن هذه ضرباتهم وتكبرهم وجبروتهم سيبدوا بالفشل والمعارك في الميدان شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون العسكرية العقيد عبد الله الدرب كنت معنا مباشرة من صنعاء إلى قطاع غزة حيث أطلال البيوت المدمرة هناك باتت تطل على أصحابها بوجه آخر وجه تزينه الألوان بعد أن بدأت مجموعة شبابية من فناني غزة بالرسم على الركام في رسالة تأكيد للهوية والتشبث بالأرض الفلسطينية لنا شاهين ترجمة نانسي قنقر ليس عشقا للدمار لكنه إصرار وإبداع فناني وشباب غزة إبتشاءوا إبداعاتهم أن تحولوا واقعا حالك السواد إلى رؤى حالمة تجمع التضادة بمختلف الأبعاد الرسم على ركام بيوت حاق بها الدمار رسالة بلغة الفن تصنع من بشاعة لاحتلال جمالة ورغم الضائقة المادية إلا أن أهالي الشجاعية شجعوا شبابها الفنانين لرسم الحياة على أطلال الموت عبر مبادرة نقطة بداية فكيف يرون النهاية؟ نقطة النهاية أنه يزول الاحتلال وتحرر بلادنا ونعمر بلادنا من أولا جديد ونحن شعب نحب الحياة مبادرة بتحكي أنه نرسم على البيوت المدمرة لأن البيوت المدمرة فيها مساحات كبيرة وواسعة محاولة تجميل الصورة مدرسة جديدة يعلم الكبار خصائصها وأدواتها للصغار والأمل في إعادة الإعمار مرسوم في العيون فأكثر نئة ألف منزل دمرها الاحتلال لكن أصحابها بالأرض متشبثون متجذرون إن شاء الله يا رب دور تعاود وعاودوا يرسموا ومهما تضمرنا ومهما متنا ومهما هذا فدى الوطن وإحنا صبرين مهما يسوي فينا اليهود مهما يعملوا إحنا صبرين عذبات غزة لا تسكن أرواح أبنائها وحدهم الرسام العالمي بانكسي الذي لا تزال تفاصيل هويته لغزا مر بغزتك الطيف ورسم بريشته الخفية صورا تروي معاناة من يعيش هنا وخلف لوحات تسكن ما تبقى من بيوتهم المدمرة لان شهين غزة قال ما يدين وإلى فقرة الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة